دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى رحيل القوات الأجنبية والمتزقة من ليبيا والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في المقابل أفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا باستمرار المبعوث الدولي الخاص يانكوبيتش باتصالاته التمهيدية مع أطراف السلطة الليبية الانتقالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة اتصالات دولية مكثفة للإسراع في تشكيل الحكومة الليبية آخرها بيان صدر عن بعثات الأمم المتحدة في ليبيا باستمرار المبعوث الدولي الخاص يانكوبيتش في اتصالاته التمهيدية مع أطراف السلطة الليبية الانتقالية لحثها على الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة وإحراز تقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية البيان أكد استمرار الاتصالات كذلك مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المنخرطة في حل الأزمة الليبية نجاح الحراك الدولي بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة قد يصطدم بحسب مراقبين بعقبات وعراقيل منها رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة وهو ما دعا إليه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أكد على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مشددا خلال مباحثات مع كوبيتش على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة شاملة تمثل كل الأطراف الليبية كل ذلك يقف أمام مراوغات تركيا المستمرة في إخراج مرتزقتها من البلاد إذ أفاد المرصد السوري بأن أنقرة تجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا وقال المرصد إن عملية عودة المرتزقة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا توقفت منذ أيام قليلة وأشار إلى أن تركيا عملت على سحب دفعات من المرتزقة واستبدالهم بمجموعات أخرى وبين جهود تشكيل الحكومة ومحاولات تركيا جلب المزيد من المرتزقة يرى مراقبون أن نجاح المسار السياسي الذي وضعته الأمم المتحدة سيبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية التي تعمل على تعميق الخلافات بين الفرقاء الليبيين على مدى سنوات معنا من باريس البحث في شؤون الأمنية والستراتيجية الجنرال دومينيك ترينكان ومن إسطنبول الكاتب والبحث السياسي فراس ردوان أغلو أهلا وسهلا بكم أبدأ معك سيد دومينيك دعوات فرنسية أيضا اليوم لتنفيذ وقف اطلاق النار لإخراج المرتزقة ما الذي برأيكم يمكن أن يعرقل هذه الدعوات الفرنسية ويؤخر في التنفيذ طبعا هذا كان قرارا من مجلس الأمن يطلب من كل القوات الأجنبية بأن تخرج من ليبيا هذه هي النقطة الأولى ثم مؤخرا في الوقت الذي كان فيه الآن اتفاق بشأن الحكومة الانتقالية هناك أيضا قرار ثاني من الأمم المتحدة والذي يرسل مهمة حتى تراقب وتتأكد من ذهاب القوات الأجنبية الأمر يتعلق بتطبيق هذين الأمرين والقوات الأجنبية هي من جانب هي مجموعات أمنية روسية ومن الجانب الآخر هي بمعظمها أتراك وأيضا جهاديون نقلوا من سوريا لذهب إلى ليبيا الآن بما أن وقف الإطلاق النار قد تم توقيع عليه وهناك حكومة فقد حان الوقت لتيك القوات الأجنبية بأن تخرج وتترك المكان للليبيين ويتفق الليبيون سيد فراس هناك معلومات من المرصد السوري لحقوق الإنسان تتحدث تحديدا عن المرتزقة الذين كان يفترض أن يتم صحبهم من ليبيا وهذه العملية توقفت أكثر من مرة لما برأيك توقفت هذه العملية وكيف نفهم حتى الساعة منقف تركيا أظن أن هذه القضية مرتبطة بالنقل الطرف الثاني والترتيبات السياسية حتى الآن كان المسار السياسي أظن كان جيدا ولكل متفق على عدة أمور أولها إيقاف إطلاق النوع ثانيها الاستمرار في التقدم في العملية السياسية ثالثا دعم لجنة خمسة زائد خمسة من كل الأطراف لكن أظن الآن هم ينتظرون التطبيق القادم أي الحكومة المؤقتة الحالية كيف ستستمر هذه الأمور كيف ستكون اللعبة السياسية القادمة بين النفوذ الكامل من اللاعبون الخارجون يعني الكل له تواجد الآن في ليبيا رغم أن التواصل بين الطرفين السياسيين نقول الطرفين السياسيين نقصد هما الليبيين كانوا جيدا لكن هل خرج النفوذ الخارجي لا لذلك أظن هنا بدأت تتوقف العجلة لذلك لحظنا تصريحين نوعا ما مختلفين في تركيا التصريح الأول رئيس أردوغان قال إذا انسحبت كل القوات الخارجية أو المتدخلون خارجون سننسحب مثلا والتصريح الثاني الذي جاء من أكار وسيد قال بأن نحن مستمرون في التعاون العسكري مع الحكومة الليبيا وتدريب القوات العسكرية وقواتنا موجودة هناك للاستشارات العسكرية أظن أن هناك يبدو ترقبا وفي الأمس كان هناك تصريح أظن في الخارجية المصرية مع اليونان وقبرص الرومية بأن على الحكومة المؤقتة الآن إبطال الاتفاقيات مع تركيا أظن هذه الأمور هي التي أظن ستعطل نوعا ما التوافق في مسألة إخراج كل كانوا مقاتلين أو إن كانت مسألة الوجود الأجنبي في ليبيا سيد دومينيك كيف يمكن أن تنظر فرنسا إلى هذا نوعا ما الشرط التركي يعني بحسب الرئيس التركي تنسحب أو ينسحب المرتزقة الأتراك مع خروج جميع القوات الأجنبية إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه ورقة بيد أردوغان انتظروا هناك قرار من مجلس الأمن وفي فرنسا نقول بأنه لا يمكن أن أن ننتظر مثلا من يتحرك أولا وهو الذي يخسر هذه ليست لعبة هناك قرار من مجلس الأمن يطلب من كل القواتب أن تخرج وهناك وقف لإطلاق نار ينبغي تطبقه وتركيا التي تقول بأنها تريد السلام في المنطقة عليها أن تقدم مثالا على ذلك أذكركم فقط الضيف يتحدث عن تشكيل من قبل الأتراك ولكن المشكلة الأساسية هي أن الجهاديين والمرتزق الذين أرسلوا من سوريا إذن ينبغي سحبهم ثم الحكومة الليبية تطلب بعد ذلك ربما من الدول الأخرى من ضمنها تركيا بأن تدرب القوات لا ينبغي الحديث عن هذا بالقول بأننا ندرب مع أن هناك قوات تقاتل أجنبية إذن تركيا عليها أن تقدم مثالا وأيضا روسيا وكل القوات وأذكر بأن هناك قرارا من مجلس الأمن وهذا ينبغي تطبيقه ومهمة الأمم المتحدة التي ستنتشر هناك ستنشر تقارير وستشير إلى من لا يحترم ما تفق عليه لكن سيد دومينيك أود هنا أن أسألك عن رأيك بطبيعة الحال اختلف الوضع هناك مسارات هناك حكومة جديدة بانتظار أن تبصنوا النور بعد أسابيع يعني هناك متغيرات ومسارات دولية تتزامن لكن ما الذي يمكن أن يتغير هذه المرة ويلزم تركيا فعلا بالاتزام بتعهداتها يعني هناك أيضا قرارات دولية لم تحترم كنقل المرتزقة قبل ذلك نقل الأسلحة إلى ليبيا هذا أيضا ظل مستمرا لوقت طويل أعتقد بأنه ما سيدفع تركيا لأن تتحرك بطريقة مختلفة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا أو في المناطق الأخرى هو الموقف غير المريح الذي يجد فيه أردوغان نفسه اليوم وأقول بأن هذه المغامرات الخارجية لم تنفعه وبأنها لم تحل مشكلاته الداخلية وخاصة مع الاقتصاد عليه اليوم أن يتعامل بطريقة جيدة مع أوروبا وطبعا أوروبا هي شريك اقتصادي كبير إذا أراد أن يخرج من الوضع الصعب الذي يعيشه إذا لم يحترم قرارات مجلس الأمن فسيكون هناك إجراءات تتخذ من الأمم المتحدة ثم من الاتحاد الأوروبي التي ستضغط على الرئيس أردوغان حتى يحترم القرارات المتخذة أعتقد بأنه لا ينبغي أن نتخيل بأن دولة أخرى ستنشر قواتها في تركيا الأمر يتعلق بإرسال أو باستعمال آليات للضغط على تركيا حتى تحترم القرارات ولكن نعم أنت محقة الأمور كلها تغيرت هناك الآن حكومة على الأقل هناك حكومة ستقود ليبيا وأقول بأن لقاها أمس بين الرئيس الذي تم اختياره في جنيف الأسبوع الماضي والماريشال حفتر هذا يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة معتبرة سيد فرس أود أن أسألك اليوم ما الذي فعليا تريده تركيا كان هناك أيضا حديث للناطق باسم الرئاسة يتحدث عن أنه لا حل في ليبيا حتى يعني دون تركيا حتى لو شكلت حكومة وتغير الوضع عمليا على الأرض تركيا ستكون جزءا من الحل في ليبيا لأن هذا الجزء الكبير من القسم الليبي هو يعني يعتمد في الدعم السياسي على تركيا وإذلك هذا أظن قسم مواضح في الداخل الليبي القسم الثاني هو لنقول القسم الخارجي أي الوصايات التي تأتي من الخارج يعني فرنسا، اليونان، تركيا، مصر لقل كل هذه الأطراف وإذلك كل هذه الدول بلغة المتحدة الأمريكية وروسيا وكل هذه الدول إذا خرجت الوصايا الخارجية عن ليبيا يعني أي سمي بالنفوذ بكلمة منمقة هذا ممكن لتركيا ولكن هناك دخول معلن وهناك دخول غير معلن يعني الضيف يتكلم عن تركيا ألم ترسل فرنسا الاستخبارات الفرنسية الجيش الفرنسي كان موجود وهذا كله بشكل مخفي وأرسلت السلاح إلى المشير حفتر وأيضا بشكل مخفي إذن لا نستطيع أن نقول أن الكل المعصوم ويتكلم بطريقة وكأن فرنسا معصومة عن هذه الأمور لا دخلت في الحسابات السياسية حقيقة شرق المتوسط مع ليبيا وحصل الصدام التركي الفرنسي اليوناني وأيضا بعض الدول الأخرى متداخلة لذلك أعتقد أن ارتباط المسألة الليبية بكل تفاصيلها مرتبط بعدة أجزاء أخرى في شرق المتوسط وفي الحالة السياسية بين ليبيا جزائر واليونان وفرنسا وتركيا ودولة مصر العربية التي لها نفوذ حاضر في المسألة الليبية كل هذه الدول أظن لا بد أن يكون هناك حراكا استخباراتيا بعد ذلك سياسيا دبلوماسيا ممكن أن نقول أن تصبح الحلول أقرب بين أطراف كلها طبعا مع التوافق الذي يحصل الآن في الداخل الليبي وإلا أظن المشكلة تبقى مجمدة يعني الآن وصلنا إلى نقطة جيدة ربما ترضي كل الأطراف الآن يبدأ لاحظي الضغط خروج تركيا تمام ولكن هم فرنسيون الذين قالوا عن المرتزقة الروس في أذكر في ليموند الصحيفة الفرنسية إذن كيفية سيكون التعامل في هذا الملف أظن سيكون ناجحة لأن هناك أيضا رسائل جاءت من فرنسا باتجاه تركيا عبر المستشار للسيد ماكرون وربما أظن سيكون هناك قراءة جديدة أيضا في الملف الليبي نحو التطور أكثر لكن كيفية هذه الأمور أعتقد تنتظر حتى تسلح الأمر أود أن أسألك أستاذ فراس ما أنك تتحدث عن متغيرات في الواقع الليبي هناك أيضا تقارير تتحدث عن تحضير تركيا للمزيد من المسلحين والمرتزقة لإرسالهم الآن إلى ليبيا هنا ألا يمكن أن يفهم من هذا الموضوع أن تركيا مستمرة في هذه الممارسات رغم كل الدعوات الدولية للتغيير ولحل الأزمة التي طالت في ليبيا الحقيقة هذا الموضوع ممكن أن نضعه فيه فصلين وبشكل سريع إما أن الأمور تتجه نحو الأسوأ وأنا لا أعتقد ذلك لذلك ممكن أن يكون ترتيب مع الحكومة الليبيا وتستبعد نوعا مع هذا الشيء أو أن هذا كورق الضغط من بعيد بأن إذا لم يخرج المرتزقة الآخرون سيكون هناك استيراد لآخرين مثلا وأظن أن ربما في هذا الصياق تأتي هذه الأمور لأن ما زالت قوات التدريبية أي القوات النظامية والمستشار النظاميين للجيش التركي موجودة في ليبيا أنا أظن من باب الضغط أكثر باتجاه بدء خروج المرتزقة الذين يتبعون للشركات الروسية والشادية والسودانية أظن بهذا الاتجاه هي تسير هذه الأمور أكثر سيد دومينيك تحدثت في إجابتك السابقة عن أن هناك سيكون بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لفرض هذه الحلول ولفرض خروج المرتزقة ما هي هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذ نعم لا يمكن إغراق السمك كما يقال نعم كانت هناك أخطاء في الماضي ولكن لنتحدث اليوم عن الحاضر في الحاضر هناك وقف لإطلاق النار وهناك قرار من أمم المتحدة وهناك قرار يطلب بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة وهذا ما نتحدث عنه اليوم إذا تركيا أو روسيا لم ترد أن تسحب المرتزقة سيكون هناك قرار آخر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي ربما سيفرض عقوبات تكون ضغوطا اقتصادية وتفرض على الدول التي لا تحترم قرارات مجلس الأمن حسب ما أعرفه اليوم نحن نتحدث عن الجنود الفرنسيين ليس هناك جنود فرنسيون اليوم في ليبيا الآن نتحدث عن حالتين ولا تقول إن نتحدث عن روسيا هناك أيضا قوات فاغنر وهناك مرتزقة من تركيا أرسلوا إذن هؤلاء ينبغي أن يذهبوا هناك وقف لإطلاق النار وعلينا أقول ليس هناك اليوم الحرب علي أن يكون هناك تفاوض بين الليبيين دعونا نتذكر بأن المشكلة تكمن في النفط والذي تسيطر عليه قوات الماريشال حفتر والذي يمول من طرابلس إذن ينبغي أن يكون هناك توافق الليبيون ينبغي أن يتحدثوا بشأن الشروط التي تناسبهم ودعونا نقل بأن المرتزقة لا ينبغي أن يكون هناك سيد فراس ما رأيك؟ قبل كنت ذكرت أن الأمور الآن هناك احتمالين إما أن تجري الأمور وتتغير ونكون أمام حكومة جديدة وتحل المواضيع أو نبقى مكاننا اليوم نحن نتحدث وفي الولايات المتحدة إدارة جديدة تبدو مواقفها أكثر صرامة فيما يتعلق بسياسة أردوغان الخارجية لأننا نتكلم الآن عن الداخل ولن يكون خاصة فيما يتعلق بالنيتو الموضوع كما كان خلال ولاية الرئيس ترامب ما رأيك؟ كيف سيغير ذلك من مواقف الرئيس التركي؟ نعم الحقيقة سيكون المرتبط هذا الأمر تماما بالتوافق أيضا مع الوئات المتحدة الأمريكية والدول في الاتحاد الأوروبي وهذه الدول في الاتحاد الأوروبي تحديدا فرنسا وألمانيا مع الدور التركي ولا ننسى روسيا دورها مهم جدا إذا كان هناك التوافق بين هذه الفرق الكبيرة جدا أظن سيكون الموضوع أكثر ليونة وسيكون هناك مرونة في المشاهد التركي لكن إذا حصل ضغط أكبر من الاتحاد الأمريكية باتجاه تركيا في المسألة الليبية أظن هذا سيولد نوع من التشنج الأكثر عند تركيا في المسألة الليبية وهذا ليس جيدا أظن سيسبب مشاكل أكثر مما هي موجودة بين الطرف التركي والطرف الأمريكي إذن أنا أستبعد أن يكون هناك صدام مباشر سيكون هناك اللعبة الميسمى بالضغط الناعم وفق الأطراف الآخرين لأن أيضا حتى لو كما تفضل الضيف ليكون هناك قرار المجلس الأمن إذا روسيا أيضا هي أحد هذه الأطراف ولا أعتقد أنها ستوافق على شيء على قرار هي سيدرها مثلا إذن لن تسمح ربما بتمرير أي قرار من هذا الشيء بتحت القرار السابع مثلا هل ستحول تركيا الاستفادة من اختلاف الموقف الروسي الأمريكي أيضا لشراء بعض الوقت؟ هو هذا الاستفادة موجودة وإذن حتى روسيا استفادت من التواجد التركي لنكون واقعيين وأيضا تركيا استفادت من هذا التواجد لأن أظن المشكلة كما قلت مرتبطة أكثر كما تفضل الضيف أيضا في مسألة النفط وأيضا في مسألة شرق المتوسط هذه القضية الكبيرة أكثر وكيفية لأن روسيا لا تستطيع أن ترسل قوات عسكرية حقيقية إلى هناك هذا لن نساعدها أبدا وإذن الفاغنرز وغيرهم الموجودون هناك سيكون هناك الترتيب أكثر لذلك القرار الخارجي أولا عندما يدخل في المفاوضات السياسية بين الجميع أظن سيريح جدا المفاوضات الداخلية أي بين الأطراف الليبية التي كانت تعتمد بلاحية القوة والقوة القانونية والسياسية على الأطراف الخارجية وهذا أظن مهم جدا كيف سيملأ الفراغ السيد بايدن أظن سننتظر هذا مهم جدا على عكس السيد ترامب الذي انسحب وجعل الأمور أكثر دخولا للقوى الأخرى في المسألة الليبي وأنا أتوقع أنه سيبلأ الفراغ وفق توافقات مع دول في الاتحاد الأوروبي وهذه الدول ستكون مع روسيا وتركيا بتوافقات بشكل أو بآخر سيد دومينيك هل برأيك سيكون هناك تواصل مباشر بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجديدة في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بخروج المرتزقة وطلب رسمي ربما من الحكومة الليبية العتيدة بخروج كل القوات وأيضا المرتزقة من الأراضي الليبية نعم أنا أخشى بأن الحكومة الليبية الآن بأنها رهينة في أيدي المرتزقة ليس في أيدي الحكومة الليبية فعل هذا أعتقد أن تركيا وروسيا هم التي تتلعبان دورا كبيرا وروسيا بكوية أكيد لن تصوت نعم على قرار لإخراج المرتزقة الروس ولكن ما أعتقده هو أن المرتزقة الروس قد لعبوا دورا في منع سقوط سيرت والآن مع وقف إطلاق النار فهؤلاء المرتزقة الآن ليست بحاجة إليهم وربما ستسحبهم لأنها ستقول بأنني لعبت دوري كقوة عظمى في هذه المنطقة إذن تركيا التي ينبغي عليها سحب المرتزقة وأنقرة هي التي تتخذ القرار وليس طرابلوس إذن لا يمكن تغيير النقاط هنا وأعتقد أن مهمة الأمم المتحدة التي أرشدت الآن إلى ليبيا هي التحقق من ذهابهم وحين سيكون هناك التقرير الذي يشير إلى أن هناك مغادرة أو أن هناك تعزيزا ثم سنرى بعد ذلك مواقف الدول الأخرى سيد دومينيك كيف يمكن التحقق من ذلك؟ الأمر بسيط فقط سيذهبون إلى الأرض هناك والحكومة الليبية ستكون لها مصلحة في العودة إلى تلك المهمة لأنها هي التي طبعا ستحدد حياد الحكومة هذا سيكون سهلا كما قلت بالحضور هناك والمعلومات التي سيحصلون عليها من خلال كل الموجودين هناك وبطائرات مثلا الدرون التي ستراقب كل شيء الآن فقط سيكون هناك تقرير من الأمم المتحدة يعتمد على هذا وإذا كانت هناك سفينة تتوصل الأسلحة إلى مسرات مثلا فيمكن التأكد من هذا والأمم المتحدة طلبت تقريرا من تلك المهمة ثم تكون كل الأوراق واضحة على الطاولة سيد فراس كيف قرأت تركيا التواصل بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد والجيش الوطني الليبي؟ أظن أن القراءة شاملة هل هي من أجل دعم لجنة 5 زائد 5 ودمج القوات العسكرية كلها بين الطرفين معلومة أن تركيا تدعم القوات الجيش التي في طارابلس أظن هذه الأمور الداخلية في التفاصيل ربما لن يكون فيها تدخل طالما أن مصالح الأمور الخارجية بملف آخر الملف الداخلي هذا ربما لا تستطيع حتى الدول الأخرى أن تتدخل به مباشرة لكن ما تستطيع أن تتدخل به هو الملفات التي تموس الأمور الخارجية السياسات الخارجية وارتباطات هذه الأمور للحزاب السياسي أو الدولاء؟ من هذا التقارب سيد فراس إذا حصل شيء يقلق مصالحها أظن سيكون هذا ولذلك سيكون هناك تصريحات واضحة في هذا السياق لكن أنا أظن حسب معلوماتي الحكومة المؤقتة الحالية هناك ارتياح هنا في الداخل التركي هذه معلومات تعطيكي أن هناك ارتياحا من هذه الحكومة لقراءتها للمشهد ككل وكتركيا لذلك إذا كان شيء سيحصل أظن سننتظر الأليام القادمة شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا من إسطنبول كان معنا الكاتب والبحث السياسي في رأس ردوان أغلو ومن باريس كان معنا البحث في أشؤون الأمنية والسراتيجية الجنرال دومينيك ترينكان شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم